انا اشرف حلم عبد المؤمن صبيح من بهذا مركز الانات الخيرية والله ما كانش فيه مشكلة خالص فوما بس الاولاد بيلعب مع بعضيهم اطفال ابني وابنهم وعيال بيدربوا بعض ويرجعوا لبعض يدربوا بعض ويرجعوا لبعض ابني يدربوا مثلا ويروح يلعب معناك قدام البيت ابنه يدرب ابني وابنه يجي يلعب عندي هكذا والعكس يعني اطفال بتلعب معنا ابنهم عور ابني فوق الخمس مرات وخليها اتعور ودمه وقطنه وشاشه وكلام منده وغرزة واثنين وثلاثة عادي قلنا اطفال مع بعض هنعمل ايه مفيش حاجة مرة من مراجي ابني بجرح كبير ووريتهم قالوا معلش قلتوا لهم ماشي خلاص اطفال لبعديها اجيب برضو بجرح بس اكبر فوريته لشيخ البلد قال لي دي عيال مع بعض ووريت الرجل كانوا جايبينه قبل كده مشكلة لهم برضو معي عمناها كانوا ضربيني فيها وجوهم رضوني قلت خلاص كان اسمه الحج عرندس في بهادة قال لي ما عليش شد عيال ووريته الواحد اسمه الحج رضا الشبراء قال لي عيال قلت خلاص مش يا ابني ما تلعبش معاه تاني بقى الوقت دي المهم فيه خشب عندي في عليه شامبر بتاع خشب شده لعن مع بعض البتاع ابني اتعور ثلاث غرز فقدي من هنا وابنهم بشد الشامبر عمروا ورزتين من هنا خربوا الدنيا علي ازاي ابنهم اتعور عشان ابنهم مثلا دمه غالي وانا ابني دمه مرخيص راحوا عملوا في ابنه محضر اخويا جاه قلت له روح راضي الناس دي راح عملوا محضر وبيجروا على المحضر وعال الشر وعال مشاكل مابنهم مع اول ابني كذا مرة انا عادي معيال مع بعض راح اخويا راضيهم شطر مع اخويا وكرشو من هنا جبت عمي فاضل عباس وقريبهم وعمهم تعال عم لي علي حصل كذا كذا مع بعض وانا كنت في عزبرة في الاناطر وقتصوا عليه وجيت راح يراضيهم قال له انا يقتلوا يا اتني طب عشان ايه قتلوا يا اتني ايه اللي انا عملته ولا ايه وانا مغدت ابنكم عيال مع بعض قال كده لعمه اللي هو فاضل عباس يبقى يبقى مراد فاضل دي عمته على طول عمت محمد جاري ده وفاضل ده يبقى عم انا من العيلة بعد معاني ايه يعني هو اللي انا اقيل له راضيهم راضي الناس وشوفهم في ايه ناس منكبر الموضوع على الفاضل مفيش موضوع وعمله حواره كل شوية تشتم باساليب واسخة واساليب مش كويسة راح عم فاضي يراضيهم شتم وعم فاضل والواد قال له ادبه عليه تكلمت الشيخ نبيل شيخ البلد تقوله الواد عم الحوارات وكلهم يشتم وتعالى عم عايزين راضي الوادة عايزين راضيه دعيان مع بعض ما ابني متعور خمس مرات وانا ما اتكلمتش واخوك كبير مدرس مسك ابني حط دماغه تحت رجله وكان وقف على اسمه مصطفى سيد براهيم صالح الحصول مسك ابني ده كان حطت دماغه دماغ ابني كان تحت رجله مصطفى في مشكلة من المشاكل ووجيتي قلت جم قاله ما عليش وحقوقه علينا السكتنا انا ابني ورا حضرتك عنده بالزبط هوا تلتة ابتدائي ده ابني ده ابني مدرس اسمه استاذ مصطفى ساب براهيم صارح حطت دماغ ده هوا تحت رجله وقف عليه في الشيخ وفضل انا مش هدر حرك نفس عشان اقول لك عمل ايه فضل يضرب برجله على دماغ ابني معدي بالماكن هيخش في ابني قال له حاسب قال له بما نشوفني داخل الشارع باركن قال له مما ركنتش قال له لا كان الماكن هو منزل مسكه مش كلامي كلام الناس اللي شافوه جريني وقالوا معلش وانت دماغ كبير قلت له مماشي والله انا كنت في شغلة في عزبة الخيامي جنبنا هنا بتاع فراشة ومادي في شغلة فرح والفرح كان بيشطب وجيت اخذ الحاجة والسناديق والحاجة عشان نروح نلقي مع حاجتنا والناس اللي معي هناك حتى ابني ده كان قاعد هناك لقيت وجاي ببعضه وجاي ورايا بعد يعني جاي في حوالي في في لقطة اخيرة كده خد جزاء اراخر يعني المهم ان انا جيت كان ولاد عمي هنا وجيت يعني اقول لهم اعتمد على الله عشان هتأخر برش وقام اخذ السناديق يعني اقول لهم اتكوا على الله انا جاي اخذ الحاجة وقلتك له انتوا على الله وكان ابن عمي اللي وراح عددك ده كان قاعد قاموا كل واحد راح على حاله وانا مترائب منهم وانا معرفش ومعمولي كمين وانا معرفش خدت حاجتي ولسه دول دخلوا كده هوا وبن عمي التاني اخذ ناسه ومشي كده هوا مراته وابنه وخاطبته ابنه مشي كده والي اما التانية وانا لسه بتحرك بدي ظهري الوادي العاجز نطق قدام باب البيت عنده واوسخ الاساليب لو عايز اقولها اقولها تعال يا ابن فلانة يا ابن كزا وكزا وكزا وطوله يا ابن انت شطانك ركبك وانا متقيق ربنا فيك دل مرة المليون وكل مرة غفلتني واتقيت ربنا فيك ومرة وقفته قدامي ومش عايزة ازقك عشان ما تقعشي وتصعب عليك نفسك عشان احنا جرينا عشان انت كنت بتاكل وتشرف في البيت ده انا متقيق ربنا فيكم وانتو مش متين ربنا فيك وخلاص يعني اقولت له كلمتين دول وهاخب بعد وهمشي ببص لقيت ازايز فيها بنزيم بتتحدف عليها من فوق ضربت قدام ازازة جيت ارجع ورق ازازة زقيت ولادي على جوة البيت زقيت الزغيرين الصغيرين اطفال بنتين توقم وبنتي وابني الزغير ده على جوة البيت وقفوا الباب بيوت جمي بعض اه بيننا وبينهم بيت واحد بيت واحد جيت اجري كده لقيت حد مقابلني بسينة جيت ارجع من الشارع جيت ارجع كده لقيت واحد منهم عمليني كمين بقول لك فرقتين ومرتبين اجري بص كده الزلطي والازايز اجري كده جيت اخش في مدخل الحارة لقيت واحد راح مديني بالشومة في رجلي جيت اقوم باجري عادي ما اثرتش فيها لقيت واحد مكتكني من رجلي من رجلي من تحت كده اسمه عادل شرف ابو شعلق كتفني من رجلي لقيت واحد نازع على دماغي بشومة اسمه علي عبد جبار ضربت ده بالرجل لعلم ان الشرب برضو مش كلهم انا مشتيك اربعة اللي هم ضرروني اللي ضرروني اللي هو تامر اللي مزعني اه 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 انما واحد ماسك سلاح هو واقف يقول اللي هيخش هموته ما ضررنيش هو واقف يحميهم هم مشتكتوش هشتكيلي ما هم ضربنيش اللي ضربني ونزلين فوقي ايوه مين بقى اللي اربعة اللي كانوا بيموتوا فيها بالسنج والبتاع دول اللي هو تامر اخو مرزوق الحصاوي تامر اخو مرزوق الحصاوي نتاشني بالسنجة في دراعي هنا اما خيطت اعرفت بعد كده انا فيه سعبين غرزة واوطر وشارين متقطعين ودراعي مش هيرجع لعدته وعلي عبد جبار مصورة في دماغي من فوق والله قبل ما دراعي ده اخ اللب كانوا بياخدوا دراعي ده انا لو فايقوا معي حاجة انا كنت مش عايز اقولك بس انا بقيت اقوم واقع قابلني بالمصورة من هنا والتاني مكتفني موقعني يعني بيموتوني وده خدني بسنجة وبعد ما تامر خدني بالسنجة في ايدي من هنا اجالف في كده لقى علي ابن عبد جبار ضربني بمصورة فوق دماغي من هنا واقع اجالف اجالف ده دي غرز واحد بمطوى اسمه علي ابن مرزوق صالح راح نتشني بها في دماغي من فوق انما المصورة وره مورمه وره هي في دماغي اللي كان بيها علي عبد جبار يعني اجا بص الي اما دي قلق مطوى ضربة في دماغي اجا بص لما دي قلق شومة اجا بص كده لقى السنجة بتخرج في دراعي واعت في الارض خلاص بقى بص كده شايف اللي حوالي بس مش قادر عمل حاجة اجا شاهد واحد كان بيباحني كده لو تيجي من هنا كده هوا تبص هنا كده وتشوف وحطت المطول اللي هو مين محمد اللي هو المعاك ده راح نازل علي قال لهم انتو مش عارفين تنتهموا منه في ايده خنجر حطوا كده بيباح فيها مين اللي شد ايده ست من الستات انا مجدش فيه رجالة بتحوش الرجالة اللي كان بيخش هيدرب طلقة يا هيدرب السنجة ابن خالي انا محمود سيد حنفي بقول له حوش ننقذني قال له لو مرجعتش هديك طلقة في دماغك مرزوق صالح الحصاوي لو مرجعتش لو ورا هديك طلقة في دماغك وابن خالي وجرم ومتعافق وقف خاف كش من السلاح ومفيش حد ستات اللي كان بتحوش الحريم اللي كان بتترمى علي الحريم اللي كان بتترمى علي رجلي هنا بعد ما ققعت مصطفى سيد براهيم صالح نزع رجلي بالشوم عمالي شرخي فيها هنا هنا هوا قالوا لي تعرض على اخصي اعظام وتعرض على جمجمة وتعرض ما اعرفش عملولي ليلة كده من غير ليلة وتفضل عمالي بعمل في اشاعات وبعمل في حاجات وبعمل في المحتاجات دراعي ده خدت فيه سبعين غرزة خلاف ضربتين بالمطوع وطلعوا الدكتور لزقلي عشان ينجز في الوقت من الدم والكسة لزقلي المطاوي كده وهو قطر الف خيره تفضل شغال في ايدي ثلاث ساعات مديني خمستاشر حون البندي في ايدي وفي دماغي لفيلي بتلت حون بنك وبقيت عمالي دراعي ده فيه شراح ومسامير دراعي ده فيه شراح ومسامير اصلا كانت عندي حادثة في موقع العمل في الشول بتاعي فيه شراح ومسامير من الضربة اللي كان الهالي واحد منهم مصمر منهم طلع من بره الدكتور عمل هناك عشان شغلهم الدكتور راح زقل ولازق وعامل قال لي انا مش عايزة فتحلك في الدنيا عندك انت الدنيا مش كويسة مراتي جاءت تريمي تحوش نتا شوها 25 غرزة في دماغة فوق اوما وهنا وقليني بالشومة كسريني الحاك ده الدكتور عمل اشعاعات قال لك الدكتور اللي كشف عليها قال لك عمل اشعاعات اشتباه في شرخ في الجنجمة واشتباه مش عارف في ايه ما خليني انا لحد النهاردة مش عارف هروح النيابة حط اقوالي رياسة الجمهورية وعلى رأسهم السيدة عرفتتاح السيسي تمام ان احنا اخترنا المصر وقطع البلطجة والارهاب عن مصر يشوفتونا موطوع البلطجة اللي حصل معنا ده من مرزوق صالح وولاده اللي هم مسجلين وعليهم احكام قضائية مم مصطفى سيد ابراهيم صالح اللي هو عليه احكام قضائية واخوه محمد سيد ابراهيم صالح وابوهم سيد ابراهيم صالح كل دول احكام قضائية واللي جابهم لينا رضا شوق القرماني احكام قضائية عادل شرف ابو شعل احكام قضائية كلها مركز الاناطر فين حضرتك من الناس دي احكام قضائية فيش حد تتحرك هد واحد اللي في الواقع اللي كنت بموت فيها والباقي جريه بناشد سيادتك سيد مدير الامن الالوبية سيادتك لو عايز تكمل دماغنا من فوق انزل شوف شغل سيادتك حرك مركز الاناطر حرك فرع شبرة الخيمة تشوف البلطجال اللي فيهادة دي فيهادة ما كانش اي حد بيعمل اي مشكلة فيها يا باشا مراتت رفع عليها الفرد مراتت رفع عليها الفرد من تامر الحصاوي وولاده من جيت الطابونة هنضربك بالنار قدام الناس طبعا الناس بيتخاف لو فيه كاميرات روحوا فرعوا هتلاقوا الكلام دي لو جيت الطابونة دي تاني هنضربك بالنار يعني عمل فيها كده مبارح وجري من الحكومة ما جبتوش نزلت وعملت عليها جري وكان الحكومة بتنزل مرة واحدة الحكومة المفروض سيادتك قانوني ده شوف قتل وموت تنزل تجيب مراته واخته ونسوانهم من المهم زي ما بيعملوا في اي قضية كده سيادتك يعني لما يكون زابط راح يشتكي ينزلوا يلموا النسوان لهم انا مفيش حد انا مفيش الله ربنا وانا والدي توفت زبايرين زبايرين وبعد بش عاديين في البيت بقى ما نشوف نعيش ازاي ونعمل ازاي ونخرج من بيتنا ازاي ولا الواحد حضرتك يعمل ايه بالظبط عشان نعيش كده ونتحرك ونخرج ندق اخير للساد وزيرة داخلية ما تحركش في موضوعي انا واحد من الشعب فقدت ثقة طقيقة ما تحركش وحرك مديرت الامن ونزلت واخدت لي حقي في الموت اللي انا شفته من الناس اللي هي في المحادر دي تحركوا في القناة